اشتركوا في القناة هذا الشهر الفضيل السلام عليكم السلام عليكم وتشرف الأهالي بالسلام على جلالة الملك المعظم ومعربين عن أخلص التهاني وأطلب التبركات إلى جلالته بهذه المناسبة المباركة راجين البارئ جلت قدرته أن يعيد هذه الأيام الكريمة على جلالته بدوام الصحة والسعادة وموفور العافية وطول العمر وعلى مملكة البحرين وشعبها العزيز بالخير والرفعة والتقدم رحب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا بالجميع وبادلهم التهنئة بالشهر الكريم كما تبادل معهم الأحاديث الودية بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ومن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم بارس الله فيكم كلمة أهالي محافظة المحرق تلقيها نيابة عنهم الدكتورة فاطمة بن تمحمد لبلوشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظكم الله ورعاكم أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني يا صاحب الجلالة أن أقف بين يديكم حفظكم الله في هذا اليوم من الشهر الفضيل نيابة عن أهالي محافظة المحرق لكي أنقل تهنئتهم بمناسبة شهر رمضان المبارك وتجديد البيعة والولاء لجلالتكم سائلين المولى عز وجل أن يعيد عليكم على الآائلة المالكة الكريمة وعلى شعب البحرين الوفي هذه المناسبة المباركة أعواماً عديدة صاحب الجلالة إن أهالي محافظة المحرق كعادتهم دائماً باقون على العهد الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهم الأولين وما سطروه من تضحيات وما تميزوا به من ولاء وتعاضد مع حكام آل خليفة الكرام على مر العصور وهذا ما توارثته مختلف الأجيال وحرصت على استمراره وفي ذات الوقت يستذكرون ما تحقق من إنجازات خلال الخمسة والعشرين عاماً من عهدكم الزاهر ويثمنون عالياً ما وصلت إليه مملكتنا الغالية من مكانة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي صاحب الجلالة الحضور الكرام إن المحرق جامعة ذات تخصصات متنوعة وشاملة تخرج فيها الكثير من الكفاءات البحرينية الذين تربوا على الوفاء والولاء للقيادة والوطن بالإضافة إلى ما تميز به رجالات المحرق من مهارات وإبداعات في مختلف التخصصات فالمحرق هي أم المدن والمدرسة الوطنية كما أطلقتم عليها حفظكم الله وهي عاصمة الثقافة والتعليم والرياضة والفن وتقف منارات مساجدها وقصورها وهندسة بيوتها وطرقاتها ومدارسها شامحة تحكي قصص تلك الأجيال الوفية المتحابة التي عشقت تراب الوطن ودافعت عنه في مختلف الظروف ضاربة بذلك أروع الأمثلة لوفاء الإنسان البحريني وإخلاصه لقيادته ووطنه وكل شبر في المحرق يحكي قصة من قصص الإبداع والنخوة العربية المتأصلة في نفوس قاطنيها ويجرفنا نحن في محافظة المحرق أن نفتخر ونعتز بأمر جلالتكم السامي بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين ويأتي في طليعتها إحياء قصر عيسى الكبير الذي ستعتمدونه بإذن الله كأحد المقار الرئيسة لجلالتكم ومعه إعادة تأهيل الأحياء المعروفة بمدينة المحرق التي تتطلعون حفظكم الله إلى عودة أهاليها إليها تكريماً لذلك المجد الوطني المشهود في وطن الطيبة والكرامة تلك الأوامر السامية التي أفرحت قلوب رجالات المحرق ونسائها كبارها وصغارها حيث ستستعيد من خلالها المحرق منارتها الشامخة في الريادة والتقدم وتشرفها بمقدم جلالتكم إلى العاصمة القديمة ومهد العلم والتعليم صاحب الجلالة نرفع إليكم باسم الأهالي الشكر العظيم على المنجزات والمشاريع التي تحققت على أرض محافظة المحرق فمن جامع الشيخ حمد إلى كافة دور العبادة التي تلقى كل الرعاية والاهتمام من لدنكم إلى المشاريع والخدمات الإسكانية التي طالت الجميع وأيضاً إنشاء الحدائق والمنتزهات والطريق الدائري الجديد وفرحتنا بالمعلم الحضاري والاقتصادي المتمثل بمطار البحرين الدولي والذي ستكتمل الصورة الجميلة له بافتتاح الصالة الملكية الجديدة وساح القلالي الذي يعتبر من المشاريع السياحية والخدمية المتميزة وكذلك مسار اللؤلؤ الذي يقف شاهداً على عراقة وتراث البحرين والمزيد من المشاريع التنموية المتميزة التي يقوم بها القطاع الخاص والأهلي لتكون المحرق درة بين المدن ونموذج يحتذا به وعلى صعيد مملكة البحرين فقد حصلت طفرة كبيرة خلال الخمسة والعشرين عاماً من عهد جلالتكم على كافة الأصعدة وعلى الأخص في مجال حقوق الإنسان فبتوجيهاتكم انضمت المملكة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتبعاً لذلك أنشئت العديد من الآليات الوطنية مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة كقانون العقوبات والتدابير البديلة وقانون العدالة الإصلاحية وكانت وما زالت كل تلك الإنجازات محل تقدير من قبل المنظمات والأجهزة الدولية ذات العلاقة ونستذكر في هذا المقام اهتمام جلالتكم وحرصكم الدائم على التسامح والتعايش السلمي والحوار بين كافة الأديان والمذاهب والأطياف حتى أصبحت البحرين واحة أمن وأمان لكل من تطأ قدماه تراب هذا الوطن الغالي وعلى الصعيد المحلي فإننا نثمن عالياً مسيرة العطاء في قواتنا المسلحة الباسلة والحرس الوطني ووزارة الداخلية من مستويات عسكرية وأمنية متطورة حيث سجلت هذه المؤسسات التي نفخر بها ملاحم وطنية محل تقدير واعتزاز من الجميع ونستذكر بهذه المناسبة شهداءنا الأبرار الذين سطروا أروع وأسمى التضحيات في سبيل الذود عن تراب الوطن وفي مجال التنمية المستدامة لا بد من الإشارة إلى ما تحقق من إنجازات في كافة المجالات تحقيقاً لرؤية البحرين 2030 ومن ضمن ذلك ما تحقق من تطوير واضح في مجال التعليم والصحة وفي مجال العمل والاقتصاد والتنمية الاجتماعية وفي البيئة والإسكان والقضاء ومختلف الخدمات المقدمة للمواطنين ونالت المرأة البحرينية نصيبها الكبير في مختلف القطاعات فبفضل دعم جلالتكم ورعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم آل خليفة قرينة جلالتكم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حيث تبوأت المرأة البحرينية العديد من المناصب العليا محلياً ودولياً لتساهم بما لديها من علم ومعرفة وإخلاص في بناء الوطن والرقي به في أعلى المراتب إننا ومن خلال تشرفنا بهذا اللقاء حفظكم الله نشيد ونعرب عن اعتزازنا بالدور الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في نهج الحكومة الموقرة وسياساتها الحكيمة في تحقيق التوازن في المجال الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية وقيادة سموه وحكمته المتميزة في إدارة الحكومة الموقرة على كافة الصعد ونثمن أيضاً دور المجلس الأعلى للبيئة بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة في تطوير المشاريع البيئية ودعم الأفكار المتقدمة في هذا المجال ويشرفنا أن نفخر بما تحقق من إنجازات رياضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لكافة المنتخبات والفرق البحرينية بفضل توجيهات جلالتكم ودعمكم للرياضة البحرينية ومن خلال السياسة المتميزة التي ينتهجها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمفية صاحب الجلالة الحضور الكرام في ختام كلمتي أقول هذه هي المحرق وهؤلاء أهلها الأوفياء باقون على العهد الذي قطعوه على أنفسهم وتشربت به نفوسهم بشأن مواصلة البذل والعطاء والتضحية والوفاء والإخلاص في بناء الوطن وعزته وكرامته دمتم جلالتكم ذخرا وسندا للمحرق ولكافة مدن وقرى البحرين وللمواطنين ولكل من يقيم على تراب هذا الوطن الغالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد تلقى جلالة الملك المعظم هدية تذكرية بهذه المناسبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فمن مبارك إن شاء الله كل عام نتوا بخير شكراً لكم نعم كل عام أنتم خير مشكورين وأعرب جلالة الملك المعظم عن تقديره للمواقف المشرفة والمشاعر الوطنية التي يبديها أهالي محافظة المحرق تجاه وطنهم مشيداً بالجهود والإسهامات الرائدة التي سطرها رجالات هذه المدينة العريقة في تاريخ العمل الوطني ونهضة البلاد الحضرية أكد جلالته أن شهر رمضان مبارك مناسبة كريمة تتعزز خلالها قيم التواصل والمحبة والتآلف من خلال تبادل الزيارات الأخوية التي امتاز بها أهل البحرين الكرام عبر تاريخهم العريق القائم على التكافل والتعايش والتسامح الإنساني ترجمة نانسي قنقر وستذكر جلالة الملك المعظم خلال اللقاء دور الرعيل الأول من رجالات البحرين وما قام به من عمل دؤوب وما قدمه من خدمات جليلة للوطن من أجل نهضة البلاد وأن جيلنا الحالي يسير على هذا النهج لتعزيز مسيرة البناء والتطور والتنمية التي يشهدها وطننا الغالي في الميادين كافة أكد جلالته أن المملكة ستبقى قوية بوحدتها الوطنية وشامخة بإرثها الحضاري وستواصل مد جسور المحبة والتعاون مع دول العالم كافة شاكرا رعاه الله كل الجهود والمساعي المخلصة والخيرة التي تبذل في سبيل رفعة البحرين وتطورها داعينا الله عز وجل أن يعيد شهر رمضان الفضيل على الجميع بالخير والمسرات وعلى مملكتنا البحرين بالأمن والأمان والازدهار بدورهم أعرب أهالي محافظة المحرق عن أطيب تهنيهم وتبركياتهم للمقام السامي لصاحب الجلالة بمناسبة اليبير الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد وعن عظيم الفخر والاعتزاز بما حققته المملكة في عهد جلالة الزاهر على مدى 25 عاما من منجزات حضارية وتلموية على الصعيد أو على الصعود كافة بفضل رؤى جلالته الحكيمة مبدين سعادتهم البالغة بلقاء جلالته ومثمنين نهج التواصل الأصير الذي يرسخه جلالته مع أبناء البحرين الأوفية معربين عن بلغ الشكر والامتنان لما يليه جلالته من رعاية واهتمام بمحافظة المحرق وتلبية تطلعات واحتياجات أهليها من خلال ما تشهده من مشاريع إسكانية وأسروح تعليمية ومرافق صحية حديثة ومتطورة بفضل توجهات جلالته السامية كما رفع السيد سلمان بن عيسى بن هند المناعي محافظ محافظة المحرق باسمه وباسم جميع أهالي محافظة المحرق خالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيضه الله على تفضل جلالته بلقاء أهالي المحافظة مقدمين الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على جهود الحكومة الموقرة وقيادة سموه لفريق البحرين نحو النمو الاقتصادي والازدهار عبر رؤية البحرين المستقبلية اختتم المحافظة صريحه بنقل مشاعر الموطنين الذين أكدوا على حملهم البيعة الأبدية والحب الدائم لجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولن تكون المحرق إلا كما عاهدت جلالته أسرة واحدة وقلبا واحدا محبا للوطن وولائها لمليكها وقيادتها